الوزيع عادة تأبى الاندثار لدى أبناء قرية بني دراسن ببلدية وادي البارد شمال الصيف حيث يتم إحياء هذه العادة مع حلول كل مناسبة دينية للتضامن مع الفقراء والمساكين بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله السادسين خمسة الوزيع يتصح التمر بواحد إن شاء الله في الدنة مرة مناسبة رمطان إن شاء الله باش نخدمات باش نملايين مرة إن شاء الله معاشرين لمولان ندوار تغنت ملاقى يولا خير للشهور أنا خمسة نزيع إن شاء الله باش نملاقى واتش نمرة إن شاء الله زواليين بنسبة رمطان إن شاء الله ديالحق إن شاء الله تسحاد لنا وينزوم إن شاء الله تسحاد لنا واثق بل ربي في لنا إن شاء الله مرة وإستربي إن شاء الله تمرت لنا تمرت لزير إن شاء الله مرة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم نتشرف اليوم في هذه الجلسة المباركة عند أهل الضياف والكرم سكان قرية بني دراسن الذين ارتأوا أن ينظموا مثل هذه المبادرة والتي ليست غريبة عنهم بأي شكل من الأشكال حيث أنهم كل سنة متعودون على تنظيم مثل هذه التظاهرات ومثل هذه التجمعة التي يقال عندنا اسم لزعة حيث يجتمع فيها الغني والفقير الصغير والكبير من أجل إحياء تراثهم وعاداتهم مثل هذه العادات الرائعة وإحياء هذه المنطقة التي تعرضت بفعل العشرية السوداء إلى كثير من العوائق وكثير من الإشكالات الحمد لله اليوم سكان هذه المنطقة قاموا بمنجدات جبارة من أجل إعادة إحيائها والحمد لله عندما نرى مثل هذه التجمعات ومثل هذه المبادرة الخيرة والخيرية نفرح بها تهدف هذه المبادرة إلى إحياء روح التكافل والترابط بين أهل القرية لتحقيق المساواة بين الفقير والغني إذ أن مصطلح الفوارق الطبقية لا مكان له في قاموس المنطقة أحد عنده ولا ما عنده لازم يأكل لازم نعطيه للماء وش قادر ولا حاجة نوصلها للدار ولازم نتعاونه ووكل شوية شوية البنة تعامش فواحد كيمد صوار ديسلك ولا ما يسلك شوية شوية يكل البنة كيمانقوله إحنا كيماننا نكله شوية 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 هذه العادة ندروها من بكري والهدف منها لمشمل مواطن القرية خاصة ومنها أيضا يستفاد منها لوزيع هذه يستفاد منها المواطن منطقة الفقير المعوزين والأيتام رغم أن الوزيع اختفت من المدن الجزائرية الكبرى إلا أن قرية بني دراسا تعتبر واحدة من آلاف القرى التي تختزل معاني الألفاء والتضامن في مشاهد ترسم صورة من صور التآخي والتلاحم ترجمة نانسي قنقر